وخلال اجتماعه بوزير المالية عمر الجرح أكد سيسي على مواصلة توسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العباء عن كهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من جهته أكد وزير المالية أن خفض العجز في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017-2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مشيراً إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش إلى 15 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 50% كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%